جهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصور حواليكم السلام ورحمة الله وبركاته جمع درد دين جهازنا عبد القيوم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته 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 وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُستَشْهَدُونَ وَيَنْدِرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَدْهَرُ فِيهِ مُسْسِمَنَ ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته ورحمة الله وبركاته 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 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قَيْرُ النَّاسِ قَرْنِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيُّ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةَ أَحْدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَةَ قَالَ strategِهُمْ ويقعنا أيضا لكما يشهدنا على الشهدات والعهد هذا الأبد where الله رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الناس يستمرون في الناس والآن لماذا يكونوا يشهدونية والآن لماذا يدرونية وانا على حدث كاته من المؤسسات وهنا ينسى إذا كان يازموا الأمر ولكن لا يجب أن يدرون الأمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر